بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني عشر من الدرس السابع بعنوان Application 2 Isometric سوف نواصل مع تمرين التطبيق اللي شفناه في الجزء الحادي عشر وحن نحاول ايه نرسم لإيزومترك هنا عندنا المعطى لليباشن وده البلان وقلنا عشان نرسم لإيزومترك لازم نحدد نقطة البداية وشفنا في محاضرات سابقة زي نحدد ايه نقطة البداية بعد ما حددنا نقطة البداية هنروح في اتجاه الاكس هذا نعيد مرة ثانية هذا الاكس وهذا ايه هذا الواي وهذا الزد هنروح في اتجاه الاكس مسافة كم مسافة مية وعشرين اللي هو عرض ايه لليباشن هنروح في اتجاه الواي مسافة كم مسافة مية اللي هو ارتفاع البلا بعد ما رسمنا المية وعشرين والمية في اتجاه الاكس والواي هنرتفع من هنا ومن هنا ومن هنا مقدار كم مقدار خمستاشر عشان نرسم الخط ده وبعدها هنوصل للنجات ببعضها دي بدي ودي بدي ونجفل المستطيل بتاعنا وهنبدأ نرسم الاجزاء بتاع المنظور هنيجي هنا ونبتعد مسافة خمستاشر ملي متر ومهنة خمستاشر ملي متر ليه عشان نرسم المحاور بتاع الاليبس هنا قلنا الجزء بتاع الدايرة هيصبح الاليبس وقلنا نص القطر بتاع الدايرة هو ايه هو خمستاشر يعني هنروح في الاتجاه ده خمستاشر ملي متر وهنا خمستاشر ملي متر وارسم ايه المحاور بتاع الاليبس بعدها ارسم الخطوط الموازية على مسافة خمستاشر ملي متر هذا الخط الموازي الاول هذا الخط الموازي الثاني وهنروح اركز في النقطة هذه واوصل للنقطة دي بالنقطة دي والطريقة هذه بتاع رسم الاليبسة وجزء من الاليبس اللي تسمى الفور سنتر مثل شفناها في امثلة كثيرة في المحاضرات السابقة بعدها هعمل ايه هرسم خط هنا طوله كم في اتجاه الـ X طوله المفروض 120 نشيل منها كم 15 من هنا و15 من هنا هيتبقى كم 90 يعني طول الخط من هنا الهنا 90 ملي متر من ناحية التانية هرسم خط في اتجاه الـ Y كم طوله 100 نشيل منها 15 من هنا و15 من هنا هيتبقى كم 70 يعني طول الخط من هنا الهنا 70 ملي متر بعدها هعمل ايه هعمل ازاحة للمركز ده بمقدار كم بمقدار 15 ليه لان السمك هذا بتاعي هو 15 ملي متر عشان ارسم الـ ellipse اللي تحت واجي واركز في النقطة هذه واخد نفس الفتحة من هنا لهنا اللي رسمنا به الجوز ده ناخد نفس الفتحة واروح اركز هنا عشان ارسم ايه عشان ارسم الـ ellipse اللي تحت او الجزء من الـ ellipse اللي تحت بعدها هنا هعمل نفس الخط بنفس الطول ومن ناحية التانية كمان بنفس الطول الخط ده عنده نفس الطول زي الخط ده واجي هنا وارسم المحاور بتاع الـ ellipse على مسافة 15 من هنا وعلى مسافة 15 ملي متر من ناحية التانية ارسم الخطوط الموازية كمان على مسافة 15 ومن هنا 15 ملي متر واوصل النقطة هذه بالنقطة هذه والنقطة هذه بالنقطة هذه واتحصل على ايه على المركز اللي انا هحتاج وعشان ارسم ايه الجزء بتاع الـ ellipse هروح اراكز هنا ووصل للنقطة هذه بالنقطة هذه بعدها هعمل ايه هعمل ازاحة للمركز ده بكم بـ 15 ملي متر واتحصل على المركز هذا وارجع للمركز الاول واخذ الفتحة هذه واجي واركز الفرجار هنا وارسم ايه الجزء بتاع الـ ellipse اللي تحت وبعدها ارسم التماس بين الجوز ده والجوز ده هذا هو التماس بتاعنا اجي للزاوية التانية هنا وارسم ايه المحاور بتاع الـ ellipse على نفس المسافة اللي هي 15 ملي متر ومن هنا 15 ملي متر وبعدها ارسم الخطوط الموازية اكيد الخطوط الموازية هنا يائمة موازية للـ x يائمة موازية للـ y ليه لانه الـ ellipse بتاعي موجود في السطح x x y بعد ما رسمنا الخطوط الموازية اوصل النقطة هذي بهذه ووصل النقطة هذي بهذه وتحصل على هذه نقطة التقاطع اللي هي مركز الـ ellipse اللي هنرسمه هو الجزء بتاع الـ ellipse بعدها اعمل ازاحة بـ 15 ملي متر بتاع هذا المركز عمودي ازاحة عمودي اكد هنا على الاتجاه والمسافة قلنا 15 هتحصل على المركز ده اخذ الفرجار وارجع للمركز الاول واخذ الفتحة هذي بعد ما حددت الفتحة اروح للمركز ده وابدأ ارسم الجوس بتاعي اللي هو جزء من الـ ellipse وبعدها اعمل ايه؟ اعمل التماس بين الجوسين الخطوة اللي بعدها هاجي في الوسط هنا وارتفع مسافة كم؟ مسافة 85 ايه هي الـ 85؟ هي ارتفاع الـ elevation عشان هنبدأ نرسم ايه؟ هنرسم الـ dyra هذي اللي هي موجودة على هذا المستوى اللي هي قطرها كم؟ قطرها 50 وبعدها هاجي هنا وارتفع كمان هاجي في الوسط وارتفع 85 ملي متر وارسم المحور ده اللي هو موازي لايه؟ اللي هو موازي للـ x بعدها هارسم الخطوط الموازية يا اما للـ x يا اما للـ y كم المسافة من المحاور للخطوط هذي؟ كم المسافة هذي المفروض 25 ملي متر ليه 25؟ لأن الدائرة اللي عايزين نرسمها اللي هي هنرسمها في شكل إليبس قطرها 50 يعني هناخد نصف القطر 25 وبعدها بارسم الإليبس بتاعي باستعمال ايه؟ الفورس سنتر مثل بعدها هنزل ثلاثة مراكز دول هذا المركز واحد اثنين ثلاثة هنزلهم بمقدار كم؟ بمقدار سبعين هذي 35 وهذي 35 نجمحهم سبعين عشان ارسم الإليبس بتاعي على هذا المستوى بعد ما نزلناهم هنرسم الإليبس تحت وباستعمال فورس سنتر مثل بعد ما رسمنا الإليبس هاجي هنا وارح كده 5 مليمتر ليه؟ لأنه عندي العصب بتاعي ده او ده السمك بتاعه 10 مليمتر هروح من هنا 5 مليمتر وارسم العصب بتاعي إلى أن يتقاطع مع الإليبس وارتفع من هنا مسافة كم؟ هرتفع مسافة 35 مليمتر ليه؟ لأنه ارتفاع العصب بتاعي هو كم؟ هو 35 مليمتر هذا العصب ارتفاعه كم؟ 35 مليمتر بعد ما ارتفعنا 35 مليمتر نفس الشي هنا هروح مسافة 5 مليمتر وارسم خط خفيف إلى أن يتقاطع مع الإليبس وارتفع فوق 35 مليمتر وبعدها اعمل ايه؟ اوصل النقطة هذه بالنقطة هذه وكده رسمنا جزء من الإليبس ووصل النقطة هذه بالنقطة هذه هعمل نفس الشي من ناحية الثانية هاجي من هنا من الوسط وارح كده 5 مليمتر وارسم خط إلى أن يتقاطع مع الإليبس بعدها ارتفع من هنا 35 اللي هو ارتفاع الإليبس ووصل النقطة هذه بالنقطة هذه بعدها اروح من هنا من الوسط هنا 5 مليمتر وارسم خط خفيف إلى أن يتقاطع مع الإليبس وارتفع كمان 35 مليمتر وبعدها اوصل النقطة هذه بالنقطة هذه واوضح الجزء بتاع الإليبس ده بسولد لاين نرجع تاني للدائرة للإليبس اللي فوق وهننزل المراكز الثلاثة واحد اثنين ثلاثة هننزلهم كده عمودي هنعمل إزاحة بمقدار كم؟ بمقدار 35 هذه المسافة عشان عايزين نرسم التقاطع بين العصب والاستوانة بتاعنا هذه عايزين نرسم التقاطع بين العصب والاستوانة بعدها نزلنا المراكز دي الثلاثة هذه المراكز الثلاثة بعد ما نزلناها هنرسم هيه؟ هنرسم الإليبس بتاعنا تحت هناخد بس الجزء اللي هو التقاطع مع العصب ده ومع العصب ده بعدها هرسم التماس مع الإليبس ده وهينزل كده عمودي إلى أن يتقاطع مع العصب نفس الشيء من الناحية التانية هنا عندنا تماس وهنا تقاطع مع العصب أو إلى أن يصل للعصب هاجي هنا في النقطة هذه واروح كده في اتجاه الواي مسافة كم؟ مسافة 100 مليمتر عشان أرسم إيه بس؟ عشان أرسم الجزء ده الظهر لأنه الباقي مخفي واجي أوصل النقطة هذه بالنقطة هذه كمان أعمل نفس الشيء من ناحية التانية إلى أن أصل للاستوانة العمودية وهنا كمان نفس الشيء النقطة هذه المفروضة على مستوى النقطة هذه يعني الخط هذا موازي للـ X بعدها أجي من النقطة هذه وأرسم خط موازي للـ Y عند نفس الطول بتاع الخط ده وخط خفيف يعني ده يعتبر خط بيساعد على الرسمة بعدها أطلع عمودي كده 35 وأجيب المصطرة وحطها كده من النقطة هذه للنقطة هذه أجيب المصطرة كده وأرسم الجزء بس اللي يصل للاستوانة يصل لهنه وكده ظهر رسمنا إيه؟ الجزء بتاع العصب اللي هو وراء الاستوانة أجي هنا في المركز ده وأرسم إيه؟ وأرسم إليبس نص قطره كم سبعة اللي هو بمثل الدائرة هذه نفس الشيء من ناحية التانية هنا وكمان في المركز ده بنفس القطر اللي هو 14 يعني نص القطر اللي هو 7 بعدها أجي للمركز ده وأرسم إليبس نص قطره كم 15 لأن هنا عندي إيه؟ عندي دائرة قطرها 30 الدايرة هترسم إليبس بنص قطر 15 هنزل تحت كده 5 أعمل إزاحة 5 ملي متر وأرسم إليبس بنص القطر كم 15 بعدها بعمل إيه؟ باجي كده مسافة 5 ملي متر وأرسم إيه؟ إليبس أو بالأحرى هرسم إليبس هنا على نفس المستوى بتاع الإليبس ده يعني في نفس السطح ده إليبس وده إليبس في نفس السطح الإليبس ده اللي بره ده قلنا نص قطره كم 15 الإليبس الثاني ده نص قطره كم 12 ونص عشان أرسم ها الدايرة هادي هادي ترجمة نانسي قنقره